وخليل إبراهيم فضل يا إبراهيم وعليكم وعليكم السلامة وبركاته وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتنا أسأل عن حاجة يا شيفنا يلا تفضل عايز أعرف هي رؤية النبي فيها شك ولا لا رؤية النبي فيها شك ولا لا يعني شوف النبي هل فيه شك إنه هو ممكن ما يكونش النبي آه ممكن جدا بس أعسألك سؤال يرؤيته أصدق في المنام ولا في اليه خزا في الرؤية في الرؤية رؤية رؤية المنام آه 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 يا إبراهيم لو شاف في المنام واحد اسود وقال عليه النبي يبقى مجرم لأن النبي ما كانش اسود لو شاف واحد طويل فوق تلاتة متر مش النبي أكيد لو شاف واحد بيعمل كيس لوحدة ست يبقى مش النبي أكيد لأنه ما بيسلمش على ست ولا بيعمل كيس آه لو شافوا يا إبراهيم على غير ما وصف به في الكتب الموثوق فيها يبقى مش النبي طبعا آه لازم يشوفوا على الهيئة اللي احنا نعرف عليها من خلال وصف الكتب له وكأن رأيناه بالعين أجمل وجه مبتسم دائما يحب من الثياب البيض ويأكل العنب والدجاج ومن الشات لحم الكتف ويكرى أن ترى منه رائحة كريهة يبشر ولا ينفر كل كلامه طيب وهو طيب ودعوته طيبة ولا ييأس أحدا من رحمة الله وما بيكشرش في فوش حد ولا بيداب دي بريجليه يبقى دا النبي لو شافه يبقى شافه ايه الكلام حاجة تاني أناظر بيبر ما يقولش أنا شفت النبي وقال لي وقلت له عوازل فلفله الكلام كما جاء في شرح فيض القدير للمناوي من تخليط النائم لكن ما رأاه في المنام فقد رآه صلى الله عليه وسلم لكن لا يعول بأي كلمة النبي قال كل الكلام أبل ما يموت وكلف بكل التكليفات أبل ما يموت لأنه ما متش إلا لما نزل قول الله تعالى حقا وحقيقة وتحقيقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه ونزل قول الله تعالى إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عليه الصلاة والسلام بأن هذه السورة نعي له ولعله يكون قد اقترب أجله فبكت عين أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن الأمور إذا تمت فقد أذن المؤذن بالوداع خلص إنت أديت رسالتك هتقعد لي إنت أديت اللي عليك تحب تقعد؟ ولا تحب تجيني؟ فقال له أجيلك وبحسن الوعدي أبي أبي إنتهي